موسيقى جاء مع الجزء الثاني من الريدنج وبيتكلم عن البلوت دونورز وعندي بري ريدنج كوستيون سؤال تمهيدي بيقول لي who needs blood transplants من اللي ممكن يحتاج عمليات لنقل دم او يعني ممكن نقول عليها زراعة اعضاء باعتبار الدم كعضو من اعضاء الجسم متبرع الدم blood donors every year on the 14th of june الايام واخد اون countries around the world الدول العالم باسره take part in يعني share بيسهموا بيشاركوا فيما يسمى بالworld blood donor day يوم متبرع الدم العالمي او العيد العالمي او اليوم العالمي لمتبرع الدم طبعا الكل ملاحظ ان الدونورز هنا جامع انما لما استخدمتها هنا حطيتها بصيغة المفرد لانها اصبحت صفة لليوم ده فبالتالي الصفات لا تجمع طب الدول دي بتشارك ليه طبعا عشان يحصل to share information لكل دولة بتشارك بمعلومات هي جمعتها او مراكز بحثية عندها about the importance of giving blood عن اهمية التبرع بالدم طبعا اهمية this is a noun of the adjective important important adjective صفة هام نما the importance of الاهمية لي giving blood طيب البراجراف الثاني why should people donate blood هو ليه الناس بننصحها ان احنا انها تتبرع بالدم فين النصيحة ديت ايه لا should انا استخدمت الفعل ناقص الموديل ده عشان عبر ان ديت a piece of advice فقول لي ليه مفروض او ينبغي على الناس انها تتبرع بالدم قال لي اولا donating blood can help people if they have been badly injured or need regular blood transplant يبقى التبرع ده هيساعد ناس كتيرة جدا لو الناس ديت اصيبت بشدة او مجروحة بشدة وهنا استخدم المبني المجهول لانه بيكلم عن الناس مش هي اللي هتجرح نفسها طبعا فبالتالي have been badly injured واخد بالك كمان من الحال let verb المكان بتاعه في الباسف خصوصا فين هو before the past participle of the verb قبل التصريف الثالث طيب هل دولت فقط قال لي or ده عملية فتح لمجالات اختيارية or need regular blood transplant طبعا مع بعض الامراض اللي بتصيب الدم او بعض الامراض بيبقى المريض محتاج انه يعمل transplant للبلود يعني يعمل نقل دم بصفة regular طب هنا ما قالش regular ليه لانه بيكلم عن transplants بيصف النقل الدم فانا محتاج الصفة فقط طيب ايه الاسباب ان هما ممكن يكونوا محتاجين الدم اكتر كمان because they have a long term illness لانهما بيعانوا من مرض عضال او مرض يعني طويل الامد او زي ما بنقول مزمن الشرطة اللي في النص مهمة جدا لانه كونت من الاتنين دولت صفة او بنسميها compound adjective ليه الاسم illness طيب البراجراف الاخير giving blood can also have health benefits خلي بالكم جدا من health متقلش healthy لان اللفظ healthy يا اما هو بصحة جيدة يا اما مفيد للصحة وده ما بيمطبقش على الاسم اللي انا بتكلم عليه دلوقتي يبقى فوائد مرتبطة بالصحة فوائد للصحة العامة او بالتالي التبرع بالدم ممكن يكون زو فوائد للصحة طيب all donors كل المتبرعين لما بيروحوا يتبرعوا have their blood pressure and eye level checked بيصيغة مهمة جدا في الانجليش اسمها el causative يعني ايه ال causative يعني نقدر نسميها السببية ولكن انا مثلا كامثلة بسيطة انا لما بروح مثلا لحلاق عشان احلق شعري انا i have my hair cut لما مالك السيارة بياخد السيارة للميكانيكا عشان يفحصها له he had his car mended فبالتالي انا بتكلم عن شخص مستفيد من الحدث اللي هو هنا all donors وبعدين verb to have وليس verb to be verb to have وبعدين المفعول به يعني ضغط الدم مستويات الحديد وتوفر الحديد في الدم اللي نقصه ممكن يعمل anemia والتصريف التالت بعد تاني عشان نسبت ديت ممكن نبدأ بالمستفيد انا الناس المتبرعين verb to have ثم مفعول بس هنا عشان المفعول تعدد بس شوية الضغط والحديد انهم يفحصه هل الشخص المتبرع هو اللي بيفحص هذا الامر لا طيب ايه السبب ان هو راح ليتبرع عشان يستفيد من الحاجة ديت وده اللي ممكن نخلينا نسميها السببية يبقى الشخص بيستفيد بان يتم حدث معين عن طريق شخص اخر ممكن يذكر او لا يعني لو رجعنا الامثلة اللي انا قلتها فممكن اقول i have my hair cut by the barber اللي هو الحلاق او the car owner had his car mended by the mechanic ولكن مش شرط وده اللي بيخلينا نلحقها بشرح المبني المجهول ان في حاجة تمت وانت مش مهم تركز على مين اللي عملها ولكن الصيغة تاني اهم مما يذكر فيها verb to have وساعات ممكن get يعني verb get يبقى verb to have او get والمفعول ايا كان بقى او يتعدد ثم التصريف التالت من الفعل اوكي تاني verb to have المفعول او ال object وال past participle of the verb وبالتالي ديت الشخص بيستفيد من الحاجة ديت بوسطة اشخاص اخرين يبقى all donors have their blood pressure and iron levels checked before donations قبل ما بيقبالوا ان هو يتبرع او ياخدوا منه التبرع الدم بتاعه لازم يفحصوا له blood pressure ضغط الدم والiron levels ومستويات الحديد اللي موجودة في جسمه طيب يبقى هو استفاد so people who donate blood يبقى الناس اللي بتبرع بالدم ديت can find out can know more information quickly يبقى هيكتشفوا معلومات وبسرعة if they have any health again health problem لو عندهم مشاكل في صحتهم ما اقدرش اقول ان المشاكل ديت مفيدة للصحة ولا المشاكل بصحة جيدة فمش هقدر استخدم healthy اللي هي لها معنين اساسيين مفيد للصحة او هو بصحة جيدة ومقدرش اوصف ال problems بهذا الامر فبالتالي استخدمت الاسم محل الصفة يبقى المشاكل ديت مرتبطة بالصحة giving blood can save lives فبالتالي اتبرعوا بالدم بينكز ارواح عديدة ده طبعا الجامع بتاع life اللي هي بالfe and it is easy to do وسهل القيام به طبعا عندنا كمصريين غلطة شائعة كتير جدا بعد الصفة ان احنا حتى لو عرفنا ان احنا بنحط طول مصدر بنروح مزودين الضمير تاني انا اقول it is easy to do it مش it دية بتعود على هذا الضمير يبقى انت مش محتاجها يبقى لو بقولك بعد وانت طالع من الامتحان how was the exam تقول لي والله the exam was easy to answer وقف ما تقولش to answer it لان لو قلت it يبقى انت بتشير الى الامتحان اللي انت لسه قيله انت مش محتاج ضمير له وبالتالي ديت حتة be careful when you write or يعني في الwriting بصفة عامة اذا كان الاسم او الضمير موجود في نفس اطار الجملة وانت وصفته ما تكملش بضمير تاني له الا اذا كنت محتاج ضمير منعكس يعني الفاعل هو نفسه المفعول مثلا تقول the girl cut herself يبقى هي اللي جرحت وهي اللي انجرحت او the boy saw himself in the matter شاف نفسه في المراية هو اللي شاف هو اللي تشاف فما بقدرش عوض عن الاسم الموجود في الاول بضمير الا اذا كان reflexive منعكس انما هنا مقدرش استخدم المنعكس فبالتالي هكتفي بذكر الضمير اللي كان موجود within the same sentence في نفس اطار الجملة الوحدة ف I don't need an extra pronoun مش محتاج ضمير اضافي هنا يعني لو عدينا على النص سريع هلاقي on مع الايام around the world take part in participate in share in blood donor day عيد التبرع بالدم او المتبرعين بالدم مجمعتها هنا لانها صفة وبالتالي بيشاركوا في معلومات عن اهمية التبرع بالدم should هنا عبرتلي عن advice بعد كده المدارع التام في المبنى المجهول have been badly injured الحال قبل التصريف التالت في المبنى المجهول or للاختيار او لفتح مجالات اخرى regular هنا كانت صفة لكلمة transplant long term صفة مركبة فما اقدرش استغنى عن الشرطة ديت كلمة illness عشان انا نسيت ديت برضو كمان اسم لا يعد ولكن عند وجود صفة له اتحولت الى اسم معدود فقدرت احط a قبليها long term illness بعد كده health اللي اتكررت مرتين وما تقالش بدلها healthy لان مش محتاج ان اقول بصحة جيدة ولا مفيد للصحة لان عاوز اقول ان الحاجة ديت سواء كانت benefits او الproblems مرتبطة بالصحة فانحتاجت النون مش ال adjective كمان هنا causative دي صيغة مهمة جدا الشخص المستفيد او الطرف المستفيد verb to have او get المفعول past participle of the verb فبيبقى استفاد او حصل على خدمة من شخص اخر يذكر بقى ما يذكرش قلتوا buy ما قلتوش فعشان كده بتلحق بشرح البصف او المبني المجهول people who donate برضو ممكن نلغي who donate واقول people donating label ing عشان هما اللي بيقوموا بهاجة ديت يبقى الناس المتبرعين people donating blood can find out ممكن يكتشفوا معلومات بسرعة كمان اذا كان عندهم any health problems طبعا احنا هم متعودين ان any بتبقى في ال question وال negation والنفي ولكن احيانا وخصوصا مع if بلاقي نفسي محتاجها كmeaning كمعنى اي مشاكل مرتبطة بالصحة فبالتالي giving blood can save وليست save لان save هتبقى ال adjective I need the verb here انا محتاج الفعل هنا وبالتالي تنقذ توفر علينا تقي يعني تحفظ lives and it is easy to do مش هقول it is easy to do it لان محضرش استخدم ضمير بيشيل الى ضمير او اسم لسه نقيله في اطار الجملة طبعا ال post reading question احنا عرفنا ان post reading question هيبقى معنا السؤال اللي بعد الاراية وباللي how do blood donors have benefits ازاي متبرعه الدم بيناله بعض الفوائد او المزايا benefits لفظه مهم جدا بتستخدم كاسم وفعل برضو وكاسم يبقى as a benefit of الفايدة بتاعت حاجه انما كفير benefit from هي هنا اسم وبالتالي ال blood donors متبرع الدم بابسط الفوائد بتاعتهم انما they have their blood pressure and iron levels checked before donation and they know if they might have any possible health problems later on شكرا 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 شكرا